التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزراء وخلال لقاء استعراضت وزيرة البيئة تقريرا حول ما تم إنجازه من أعمال في المجالات البيئية المختلفة خلال عام 2021 مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بجهود الحد من التلوث فقد بلغت نسبة الخفض في أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة في الهواء في القاهرة الكبرى والدلتة 25.5% في ديسمبر الماضي وأضفت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء مشتل على مساحة خمسة أفدنة بمدينة الخارجة بالوادي الجديد إلى جانب توريد أكثر من 106 ألاف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفيما يتعلق بإدارة منظومة نوبات تلوث الهواء الحاد قش الأرز أشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم جمع نحو 99% من إجمالي قش الأرز المتولد وفتح 700 موقع لجمعه وكبسه وهو موفر حوالي 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وأيضا تجنيب ما يقرب من 25 ألف طن من ملوثات الهواء